نرحب بكم متابعين الأوفية وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتما في أتم الصحة والعافية لي من شاء الله وضعين فيديو جديد ووصفة جديدة غادي نقترح عليكم كيك بالتفاح والمكسارات كي يأتي قمة في الروعة معلك كيدب في الفم وكيف العادة كنوجه تحية كبيرة لإخوان وأخوات لي الله كيلتحقوا بالقناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم كنتمنى الوصفات اللي كان ندرج معكم من الاستحسان ديالكم واتروقكم كيف العادة ما تبخلوش الياب بالبرتاج الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي باش هكاكا تحفزوني دائما ندرج معكم المزيد والجديد كيف العادة ما تمشيوا فيهن خليكم معي باش تشوفوا الوصفة من الأول حتى للآخر مع الجميع المراحلية لتحدث المقادر والطريقة أصر النجاح الوصفة على بركة الله غديم دلوصة دياليوم ما تمشيوا فيهن كنرحب بكم متابعين الأوفياء مرة أخرى وغديم دولوصة ديالنا على بركة الله وكأول قاعدة غديم دوزل المقادر في المكونات غديم نحتاج معكم ثلاثة ديال البيضات يكونوا كبر ويكونوا بحرارة الغرفة عدنا كأس عنباء ديال سكر حبيبات ما يعاديل 150 جرام كأس عنباء ديال الحليب اللي ممكن نعوده باللبن ولكن لك الحليب متوفر غديم خدمو به كأس إلا رابع ديال زيت نباتية عدنا عصير حمضة وقشور حمضة نيت سنتعمل معكم جوصة شيات ديال الخمير للحلويات ما يعاديل 16 جرام ودائما سنتعمل معكم رشة ديال الملح في جميع الحلويات والأفلي قاطو بصفة عامة سنحتاجوا 300 جرام ديال الدقيق ما يعاديل ثلاثة ديال كؤوس ديال العنبة كيف ممكن تلاحظوا مقادر اللي هي جد مضبوطة مباشرة غدي ناخدو لوبول ديال اللي كيكون ناشف من الماء وكنديرو فيه ثلاثة ديال البيضات يكونوا كبار وإلا بغينا نستعملو الطراب الكهربائي فممكن كيف ما ممكن تخدموه بخلاط العاصير عادي جدا دائما البيض يكون عندنا واخد حرارة النطبخ غنضيف عليه رشة ديال الملح دائما لتصحيح الضوغ دائما كنستعملها معاكم غنستعمل معاكم 150 جرام ديال ساندة اللي تكون رقيقة وكنأكد على هذه النقطة هذه أما إلا كنتوا غادي ستستعملو خلاط العاصير فما كان ينتشي مشكل هناك نحاول مزيان نخدم داك ساندة مزيان مزيان حتى كي تفتح اللون ديالها يعني واحد شوية وهناك فيما كتلاحظو معاكم فقط بالفوي هكا باش الاخوات اللي ما عندهمش خلاط العاصير اللي ما عندهمش طراب الكهربائي يحضروا الكيك الوليدات هم يعني كيك اللي قمة في الربعة كي يجي معلك وكي يجي بنين ما شاء الله هناك فيما كتلاحظو معايا غادي نسمعاكم بقشور ديال الحامض بالنسبة لاخواتي لما بغوش يستعملو الحامض فعادي جدا غادي نحتاجوا واحد جوز فاشيات ديال السوكر فانيليا وغادي نخدمو الخالي ديالنا على هذا الشكل هذا أما الأخوات اللي كي بغوها كأي نكهة معينة فأكيد ممكن أنكم تضفوها في هذا الكيك هذا يعني انتو ما كي يبقى لكم الاختيار مباشرة غادي نستعمل معاكم بعدما طررت الخالي ديالي وتفتح اللون دياله على هذا الشكل هذا لاحظو معايا أنه بكساني دا دابت غير بالخلاط اليداوي كنضيفو كأس اللي ربع ديال زيت نباتية ما يعادل 120 جرام لاحظو معايا كنضيف الزيت على هذا الشكل هذا وكنخلط ودائما كنقول لإخوان والأخوات ماشي شرط إلا كان عندكم خلط العاصر خدموا فيه كان عندكم طرر بالكهرباء خدموا به يعني عادي جدا وكيف العادة كنوجه تحية كبيرة لإخوان والأخوات لي الله كيلتحقوا وبالقناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بيكم وكنشكركم على التشجيعات ديالكم الله يكبر بيكم ويعطيكم ما كنتمنوا هنا غا نضيف معاكم 150 جرام ديال الحليب بالنسبة للأخوات للقياس دائما بكس ديال العنبة كنضيفوا الحليب اللي يكون عندنا بحارة المطبخ كنخلطوا على هذا الشكل هذا وبالنسبة للأخوات إلا ما كان الحليب متوفر عندكم البن كنقولها معكم دائما الشرط الوحيد أن البن يكون حلو لكن بدأوا بالإضافة ديال الدقيق اللي كيكون عندنا مغربة لمن قبل غا نحتاج معاكم 300 جرام غا نبدأ نضيفها على دفوعات بالنسبة للأخوات اللي ما كيتوفرواش على الميزان فهذه الحالة غا تحتاجوا ثلاثة ديال الكؤوس ديال العنبة كنت بدأوا تضيفوا كاس بكاس وانتم ما كتخدموا الخالد ديالكم جيدا باش هكا ما كتدخلوش كيمية اللي هي كبيرة لأن ممكن تحتاجوا 280 ممكن 300 ممكن 320 دائما على حسب الضقيق وش كيتشربوا لا لا على حسب كيمية السوائل وعلى حسب الحجم ديال البيض فبالنسبة لي أنا هاد الكيمية ديال 300 جرام يعني دخلت كاملة يعني مقادير اللي هي جد مضبوطة وإلا تبعتو هاد الوصفة كونوا على يقين إن شاء الله بإذن الله الوصفة غا تنجح معاكم مليار في المياه بالنسبة للخمير الحالويات غا نحتاج معاكم 16 جرام ما يعادي لأجو ساشيات ضروري أنكم تغربلوها إلا كانت هكا فيها الحبيبات باش هكا كتتحل معاكم بكل سهولة وكنضيفوا عليها عاصير حامضة اللي كتكون كبيرة يعني في المجموع غا تكون ربع كاس ولا ثلاثة ديال مع الكبار ديال العاصير ديال الحامض يعطينا واحد الخيفة وفي نفس الوقت كيزيد يسفلنا اللون ديال الخالب ديالك كيوالي كريمي ما شاء الله لاحظوا القوام كيوالي بحل قوام ديال الجنواز على هاد الشكل هذا يعني ضروري تقيدوا بالنصائح اللي كان أعطيكم بالنقات اللي كان أعطيكم وإن شاء الله أي كيك حضرتوه معايا إلا وغا ديينجح معاكم غا تحصلوا على نتجة اللي الغزالة بزا يعني لاحظوا معايا الشكل والقوام ديال الخالب ديال ناخص يقول لي على هاد الشكل هذا خالط اللي هو كريمي وضروري أنكم تقيدوا بهذا النقاط كنناخدوا المول اللي كان مدهون بزبداء ودائما من البس بدقيق على هاد الشكل هذا أنا بالنسبة لي غا نستعمل هاد المول اللي كيتحلم الجنب بالنسبة للأخوات اللي ما كيتوفرش عليه وعندهم أكيد ذاك الإطار الدائري كتديروا له هكا إما بابي أليمينيوم وكتفرغوا في الخالط ديالكم عادي جدا دائما مني كنجي ونفرغوا الخالط كنعلي ويدينا الفوق وكنفرغوا الخالط على هاد الشكل هذا كنحاولو نوزعو بشكل متساوي هنا استعملت واحد الكيمية ديال الكريمة اللي كان تبقى تليم شنيك اللي سبق لها درجته معاكم اللي كانت تبقى اختيارية بالنسبة للأخوات هاد الكريمة اللي أنا كان عاود نقولها راه هي اختيارية بغيتوا أنا نخللكم الرابط ديالها في صندوق الوصف ديال الشنيك اللي سبق لها درجته معاكم باش هكا اللي بغا تحضر الكريمة فممكن هنا كنناخد واحد تفاحة اللي كانت تكون كبيرة كنحكوها في جيال الغليدة وكنديرو عليها يعني عصير ديال الحامض ولا الخل اللي عدنا ومن بعد كنخليوها علاجين بعلات الشكل هذا وكنبدو نوزعوها بشكل اللي كيكون متساوي وبالنسبة الوصفات اللي سبق لها درجتها معاكم في القناة ان شاء الله بإذن الله غدي نخلي لكم الروابط ديالها في صندوق الوصف باش هكا كيكون عندكم اقتراحات اللي هي مختلفة ومتنوعة بالنسبة اللي بخوي اللي غنضيف معاكم هنغنستعمل لنا معاكم الزبيب اللي كان ناخده كان نغطله مزيان كان نخليف مدافع الاقل واحد ثلاثين دقيقة وكنصفيه وكنديرو في هاد الكيكة ديال تفاح ولا في شنيك بصفة عامة باش هكا كيرطاب ومنك يدخل الفران كي اعطي واحد الناتجة اللي يزوينا بزاب كان ناخد معاكم واحد الكيمياء ديال القرقع يعني في المجموع ديال المكسارات هنحتاجوا ذاك خمسين جرام ديال القرقع خمسين جرام دلوس ايفيلي وخمسين جرام ديال زبيب مع واحد تفاح اللي كتكون كبيرة كنحكوها هاكا هاشف اما في الهاشوار اما في الحكاكة عادي جدا فبالنسبة لي كنحاول نوزع مزيان داك القرقع مع الزبيب على داك تفاح باش كيعطين واحد الناتجة اللي يزوينا بزاف هنا كنناخد الايفيلي ضروري انكم تستعملوا الايفيلي كيعطي واحد لمنظر ليغزال وفي نفس الوقت كيزيد واحد القرمشة رائعة هاد الكيك هادا يعني صدقوني لسوبتو هاد الكيك ولحضرتوه لولداتكم المناسبة الى كان عندكم شديق على غفلة يعني وصفة اللي كتستحق انكم تحضروها بعينكم غمضين يعني وبكل المقاييس ناجحة سننهدر معكم الطريقة ديال الطهي وهي جد مهمة دائما فران اللي كيكون برد ولا فران سخون دائما على حسب الرغبة الى بغيتوا الطيب الفران سخون دائما كيكون على نار مهيلة حتى كي سخون زيان وكان تقلب مقلة تقيلة كنا غنطيب الفران برد كذلك ومثال نار لي مهيلة على 180 درجة كذلك ومثال حتى كيبدأ انتفخ مزيان وكيد ضعف الحجم دياله كنقلبه باحد الكيوردون ولا بكتاب ديال شوى ومن بعد كنخليه كيد ذهب من الوجه من بعد فأنا كنلمعه اما بالناباج يا اما بالكونفيتير يا اما بالعسل دائما كتسخنوا ذاك المربا ولا الناباج ولا العسل وكتزينوا بها كبخطوط وكيقول لي الشكل ديال كيكا ديالكم على هذا الشكل هذا هنا قدي نقطع معكم واحد القطعة باش تشوفوا كيكا ديال التفاح كيكا تجي ما شاء الله كتجي معلكا مع ذاك الكريمة وذاك المكسارات اللي رفنا اما الخفة حتى غادي تحضروها اكيد غادي تنجح معكم وغا تولي هي المعتمدة عندكم ان شاء الله باذن الله هنا قبطعت معكم هالطرف هذا وكنتناول باش تلاحظوا ان كيكا اللي معلكا خفيفة وهشيشة في نفس الوقت كيف العادة ما تخيش بيكم كيكا ديال التفاح بالمكسارات وصلت نهايتها كيف العادة ما تبخلوش اليها بالبرتاج الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي باش هكا كتحفزوني ندرج معكم الجديد او المزيد ودائما واحد اللايك للتشجيع هكا باش كتعطيوني افونتاج اني ندرج معكم وصفات كثيرة ومتنوعة ومختلفة كيف العادة ما تخيش بيكم دومتم في العادة الله وحبديه الى الملتقى في وصفة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة